يعني زينب حلوة هي التفاصيل اللي رزوط لنا ياها نور يمكن عن جد بميز هدول الأماكن الأسرية تواجد الناس اللي بتعمل شيء إن كان أكل أو إن كان شيء تراسي شيء هيك قريب للقلب تشمي فيه ريحة الضيعة أكيدوا الأهم من كل شي يا سلمة طيبة أهالي اللاذقية وريفة يعني في عندهم طيبة ووجه بشوش بيخلوكي أنه يعني وينما كنت تغيري تروحي لعندهم فتحية إيلون أكيد تحية كبير إيلون وهلأ حروح لمحطتنا التالية مع مؤسسة كانت وما زالت الأمان السورية للتنمية مؤسسة تنموية الميدانية الرائدة بمجال التغيير الاجتماعي بسوريا تعمل يد بيد مع الأفراد بالمجتمع المحلي للوصول معهم لحلول مستدامة أكيدا وتعد المنارات المجتمعية المكان اللي عم تتقاطع فيه كافة أنشطة الأمان السورية للتنمية بهدف تحقيق الفائدة لكل المجتمعات وتحقيق الفائدة اللي عم تخدمها لنتعرف عن نشاطات إحدى المنارات بس أننا يكون معنا بصباحنا غير اليوم كينا نانا حمدان مديرة منار الشيخ ظاهر اللادئية بالأمان السورية للتنمية يسعد صباحك يسعد صباحك يعني ما فينا نكون متواجدين باللا دقيقة أو بأي محافظة وما نكون مع المؤسسة الأمانة السورية للتنمية اللي إله نشاطات كبيرة خلينا نبدأ مع حضرتك بنشاطات الأمانة بالساحل السوري نشاطات الأمانة بلشت من فترة منيحة وهذا الشي اللي خلاها هلا حاليا تثبت وجود من خلال التجارب اللي حققتها التجارب الناجحة من خلال تلبيط طلبات المجتمع المتغيرة مواكبتها للأزمة هيدا الشي اللي خلاها هلا فينا منحكي بعد 17 سنة نحن لشهر الجاي رح نحتفل بعيد الأمانس 17 بعد 17 سنة فعلا نتكون يكون فعلا فيه إلى وجودة ولمستة وأسرة بالمنطقة منطقة الساحلية مثل ما حكيتي حضرتك موجودة في عنا المنارات المجتمعية موجودة في عنا برامج بتخدم المجتفيدين بغض النظر عن احتياجاتهم في عنا جريح الوطن في عنا الاستجابة القانونية في عنا مشروعي في عنا برامج مساري المطبقة ضمن المنارات أو حتى بالمدارس في عنا آمال لزوي الإعاقة السمعية في عنا جامعة المنارة الخاصة الموجودة حاليا بمقرة المؤقت بالمشروع العاشر في عنا الوطنية للتمويل الصغير كل هيدا البرامج مع بعض هي عم تتكامل بالمنطقة الساحلية لتقدم الخدمة المرجوة لحدهم المستفيدين بغض النظر عن احتياجهم خلينا نحكي شوي كينانا عن المشاريع الخاصة بأحالي الشهداء أو الشهداء مشروك الخاص كمان كان لهم حصة كبيرة من عملكم التطوعي خلينا نحكي مثل برنامج أيضا جريح وطن الخاص بجرحة الجيش العربي السوري ونحنا بمحافظة اللاذقية وجبلة أيضا من الشهداء يعني حلو أنه كمان نحكي لأنه بفضل أن نحنا موجودين هون أكيد مثل ما حكيت بالبداية الأمانة صح بلشت من زمان من 17 سنة ولكن برامجها هي كانت عم تتواكب مع التغيرات اللي عم تطرق على المجتمع نتيجة الأزمة ظهرت عنا برامج هي مكانة موجودة نحنا لازم نلبي فيه احتياج واحدة من أهم البرامج اللي هي فعلا ما زالت قوية ورح تضل إن شاء الله هو برنامج جريح الوطن جريح الوطن هو باتفاقية موقع مع وزارة الدفاع بتاعنا بالجرح الجيش العربي السوري يلي هنو مصبت إصابة 80% وما فوق هدون الأشخاص نحنا عم نقدم لهم كامل الرعاية والدعم الطبي من خلال تأهيل شخص من المنزل أو هنو بيختاروه لحتى هو يساعدون خلال فترة علاجون عم تقدم الأطراف الاصطناعية بمشفى حاميش طبعا لأن نسبة لـ 80% هي إما عم تكون حالات شلل أو بتر أو عمى فكل حالات البتر هي تقدم بشكل مجاني مع عملية التأهيل الصحية لهذا الشخص ضمن المشفى وبعد عودتوا للمنزل عم نتقدم له منحة مالية هيدا المنحة هو لحتى يفتح فيها بيواكبوا الشباب والصبايا طيل فترة تأسيس لهيدا المشروع ليختار المهنة أو الشي اللي هو فعلاً حابب يكفي حياته من بعده يقدم له كيفية تأسيس مشروعه وكيف هو يداوم بهيدا المشروع طبعاً بالإضافة لشي اللي حتى هو يمارس حياته بشكل طبيعي لأنه هنو جميعاً رح يكونوا مسرحين من خدمة العلام بالإضافة للتأهيل المنزلي عم بيكون في عنده موائمة منزلية بحيث تناسب حركته بالمنزل فعم تقدم له المؤسسة كاملة للرعاية لتخلي المنزل عنده هو بناسب حركته أو لحتى تساعده أكتر أنه هو يعتمد على حاله بمساعدة طبعاً الشخص المؤهل معه أو سلمة كمان كان معنا نحن بأول حلقة أو تاني حلقة من جرحة الجيش العربي السوري المتفوقين دراسياً يعني الإرادة اللي عم تحكي عنا هي موجودة عن كل حدا ضحها لأنه هو بده يستمر بالحياة وبده أيضاً شعبه يستمر بالحياة طبعاً في واحدة من قصص النجاح أنه عنا تنين من جرحة الجيش العربي السوري دون برنامج جريح وطن نالوا منحة من جامعة المنارة قدموا البكالوريا نجحوا وهلا حالياً عم بيكفوا إدارة أعمال بالجامعة بالإضافة في جريح نجح التاسع كمان من كام يوم فهنون عندهم من الإرادة والتصميم الشي اللي بيخلي المجتمع يتعلم منهم أكتر ما هنون يأخذوا تجاربهم من المجتمع ففي عنا قصص نجاح نحن مواكبينهم ما بس بعد إعطاءهم المنحة لا نحن مكفائين معهم حتى حياتهم كمان من ضمن أعمالكم خلال فترة الحرب على سوريا أو البرامج اللي تمت إضافتها بالأمانة السورية للتنمية برنامج مشروعي واللي بنشوفه كتير فاعل بالريف وخصوصاً باللازقية وبكتير من المحافظات الأخرى اللي عم بيساعد السيدات لحتى يكونوا قادرات على مساعدة أسرهم خلينا نحكي أكتر عن مشروعي بالساحل السوري كمان مشروعي هو واحد من البرامج اللي بيقدم قروض صغيرة ومتناهية بالصغر من خلال صناديق هيدا صناديق موجودة بالضيعة البعيدة اللي ممكن ما يكون في عندهم أنشئ هيدا الصندوق ليساعد الأشخاص اللي بحاجة يستلفوا مصاريه يفتحوا فيها مشاريع وما عندهم ضمانات الكافية ليستلفوا من البنوك على هيدا الأساس صندوق مشروعي موجود بمجموعة كتير كبيرة من الضيعة ليقدم قروض صغيرة ولكن هدفه يساعد السيدات أو حتى الرجال لحتى يأسسوا مشاريعهم ويردوا لهيدا الصندوق بنسبة فائدة هي صفر بالمية طبعا نحن من خلاله عم نشتغل أنه هيدا السيدة أو الشخص المستلف من القرد هو يفتح مشروعه أو يأسس لحياته عم نشتغل على أنه نحافظ على الهوية الثقافية للمنطقة يلي هنهم عم يستلفوا منا لأنه لما عم بيأخذوا هيدا القرد بالقرية فهنهم عم بيعيدوا إحياء مهنة موجودة ضمن هيدا القرية مثل تربيت النحل مثل شيء يلو علاقة بالدواجم بالأبقار يحافظوا على في مشروع النباطات الطبية يلي هلا حاليا تبدنا تم تبنيه من قبل المحافظة لأنه هو رح يقدم فعلا المواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية يلي هي رح تغني المنطقة أنه نحنا نستورد من أي مكان آخر هنا أنا بهذه المنطقة متوفرة كثير من الأعشاب الموجودة بغير المحافظة طبعا طبعا وعلى هذا الأساس نحنا عم نشتغل أنه هنهم يبلشوا حياتهم ويحافظوا على ثقافة وتراث المنطقة اللي هنهم موجودين فيها بنفس الوقت برامج كثير مثل معالية سلمة عم تشتغلوا عليها منه برنامج يدعم للمتطوعين وبرنامج الشباب كمان خلينا نحكي عنهم أكتر خصوصية المنطقة الساحلية كانت خلال الفترة الماضية أنه كثير شفنا فيها نسبة وافدين هدون الأشخاص اللي إجوا لعنا في عندهم كثير حب تطوع بالإضافة لسكان المجتمع المحلي واحدة من البميزة لدول دائما المتقدمة هو الروح التطوعية اللي موجودة عندهم أو شو بيقدموا المتطوعين لهيدا البلد ممكن تكون بلشت الروح التطوعية عندنا بداية الأزمة لحتى نحن نحاول نساعد أو نلبي خدمة لكن بالأمانة تمنهجت بطريقة منظمة أكتر لحتى نحن فعلا نقدم للمجتمع من خلال هدون المتطوعين اللي عندهم طاقات كتير كبيرة شي بيلبي احتياجاتهم على هيدا الأصاص المتطوعي اللي عم بيحب أنه يكون موجود معنا ليقدم شي فهو عم بيدخل على برنامج تدريبي ليعرف شو أنا كيف بدرس الاحتياجات كيف بقدم كيف بساعد لحتى أقدم هيدا الخدمة أعرف عن المؤسسة أكتر أعرف أنا كيف أتواصل مع الأشخاص لحتى أعرف شو مشاكلون أتعرف على المنطقة أكتر لأعرف شو احتياجاتها على هيدا الأساس هنو عم يدخلوا ببرنامج تدريبي لحتى من خلاله فعلا يكونوا عم بيسخروا طاقاتهم التطوعية بشكل صحيح اللي عم بيساعدهم بهذا الموضوع هو برنامج شباب شباب هو بيقدم كادر مدربين اختصاصيين لحتى يقدموا تدريبات بمختلف المجالات شيء له علاقة بالمحفظة التدريبية اللي حكينا عنها من شويه علاقة بتأسيس المشاريع الصغيرة كيف هي الكتاب السيرة الزاتية مهارات تواصل العمل ضمن فريق كل هيدا المهارات اللي تعطى للشخص لحتى يتقوى أكتر ويكون إنسان ناجح بالمجتمع أكتر بالتعاون ما بين شباب وناضر المطوعين عم بيكون في عنا فعلا جيل شاب مدرب لحتى يقدم لمجتمعه الشي اللي هو عن جد بيحاشته كينانا يعني نحنا عم نحكي عم نشوف بعض من نشاطات منارة الشيخ ظاهر على الهواء خلينا نحكي عن هاي النشاطات اللي قمتوا فيها منارة الشيخ ظاهر متل غيرة من المنارات المجتمعية اللي موجودة نحنا عنا بمحافظة لازقية أربع منارات منارة الشيخ ظاهر اللي موجودة ضمن المركز الثقافي بمنطقة الشيخ ظاهر منارة الصليبة ضمن حارة العامود منارة الفاخورة اللي موجودة بمنطقة الفاخورة الثامو ضمن معمل السجاد في عنه منارة القطلبية اللي موجودة بمنطقة القطلبية بجانب مدرسة شهيد خازم علي المنارات هي عم بتقدم خدمات للمستفيدين بمختلف الأعمار هيدا الخدمات عم تتركز بأربع مجالات إن كان مجال الدعم المجتمعي للمجتمع من خلال دراسة الاحتياجات المبادرات في عنه المجال المهني عم نقدم التدريبات المهنية شو بناء على الاحتياج حتى ولو كان عنا أربع منارات عم تشتغل ضمن هيدا القطاع ولكن احتياجات المنطقة للتدريبات المهنية عم تختلف عن احتياجات منطقة تانية فهنن عم بلبوا احتياجات الأشخاص اللي موجودين ما عم بتكون البرامج جاهزة هي عم تتطبق عليهم التدريبات عم بتكون بالخياطة بالكوحفير بصناعة الصابون المنظفات الطبخ سيانة الإلكترونيات الحاسب كل هذه المهنية اللي عم نساعد فيها المستفيدين أو أهل المجتمع اللي موجودين لحتى همهنتهم بعدين ونساعدهم على مبدأ ما منعطيهم السمكة منعلمهم كيف يصيدهم في عنا المجال الثالثي اللي هو الدعم النفسي هذا كنت دي أحكي عنه كينانا قدي هو مهم ونحن هلأ بحاجته وخاصة بهذه السنوات اللي مرأنا فيها فدي أحكي عنه كبرنامج مهم يمكن يطبق على كتير مجالات تمام مجال الدعم النفسي اللي قائم عليه هنه اختصاصيا ضمن هيدا المجال عم يتركز العمل فيه على جلسات علاج فردية أو حتى جماعية برجع مثل ما ذكرت من شوي المجتمع عنا استقبل كتير من الوافدين اللي هنه تأذوا ممكن شخصيا بيوجودهم كانوا ضمن محافظات ساخنة الفترة الماضية تأذوا أهاليهم تأذت عيونهم بمناظر الضمار اللي هنه شافوها أو انقطعوا حتى عن الدراسة وشافوا صعوبة انه هنه يرجعوا ويدرسوا من أول وجديد فنحن موجود عنا كادر اختصاصي بمجال الدعم النفسي ليقدم كامل الدعم لهدون الأشخاص ويستمر معهم بجلسات العلاج لحتى هو مستمر معهم حتى يبين الشخص انه هو فعلا دخل بمرحلة التعافي ورجع لحتى يمارس الحياة الطبيعية كمان في عنا مجموعة من قصص النجاح لأشخاص هنه انقطعوا عن الدراسة فترة منيحة واكبناهم علاج نفسي بالاضافة لدعم تعليمي خلال الفترة الماضية آخر قصص فيهم كانوا الوافدين من الفوعة يلي حققوا نجاح حتى عنا بمرحلة التاسع بعض انقطاع كتير كبير عن الدراسة ونجحوا واخدوا شاهدتهم حاليا اشخاص هنه متل ما حكيت اطفال كانوا فعلا بحاجة دعم ضمن قسم حماية الطفل اشخاص اكبر بالعمر كانوا متعرضين للعنف الجسدي مستمرين على هلا حاليا بعلاجهن بالاضافة لقسم الدعم النفسي العام يلي احنا ما بس هؤلون الاشخاص يلي تأزوا ممكن الاشخاص اللي محيطين فيهن كمان هنه لازم يعرفوا انا كيف اشتغل مع هؤلون الاشخاص لحتى تعالجهن فالدعم النفسي هو مواجه للاشخاص المتضررين وللاشخاص حتى الاصحاء اللي يعرفوا يتعاملوا مع هايك حالات لبعدين اكيد يعني كمان رديف ايكون هو قسم الدعم المجتمعي يلي عم يشتغل على الشباب فئة الشباب خلينا نحكي اكتر عن هذا القسم وشو عم تقوموا فيه من دورات تدريبية الدعم المجتمعي هو مثل ما حكيتي حضرتك هو مجموعة من الشباب نحنا باهم طرق عملنا نحنا كتير عنا ايمان بهدون الشباب يلي عندهم طاقات كبيرة كبيرة ومثل ما حكي احدهم نحنا فكرنا انه عنا طاقات كبيرة لنكسر الارض طلع فينا نكسر ونرجع نعمرة احلى ففعلا هدون الشباب هنون عم بينزلوا على المجتمع لحتى على الحارات على الاحياء لحتى يشوفوا الاحتياجات اللي كنا عم نحكي عنا يشوفوا باحتياجات الشخصية اللي موجودة هنون شو بالحاجة اذا هنون المجتمع المحلي اللي ما بيعرفنا او شوي منغلق على نفسه نحنا عم نطرق بابه لنخبره نحنا في عنا دعم نفسي اذا بتحبوه ان كان عندكن او عنا ضمن المنارة نحنا في عنا دعم مهني اذا حضرتك حابة انت تكفي حياتك نحنا في عنا اي مجال بديك دعم تعليمي لابنك انشطة اذا حابة فنحنا هدفنا الاساسي نحنا نرويج عن انشطتنا ونساعد هدون الاشخاص انه هنون يشوفوا المجال يلي حابين يكونوا فيه بالاضافة لملاحظاتهم الشخصية من خلال تدريباتهم شو موجود عند هيد الحار احتياج شو موجود عند هيد الاسرة احتياج لحتى نلبية من خلال المبادرات طلع فيه مبادرات مجتمعية كانت منها خدمية كانت منها اجتماعية كانت منها نفسية هي متعددة كان اهم شيء بالاصليبه يلو علاقة باطفال التوحد من خلال تدريبهم لاخدون الاطفال حتى هنون يعملوا فعالية كاملة بتخطيطهم من البداية حتى النهاية كان اسمها رسالة تميز وفعلا هي مازالت رسالة تميز لاطفال التوحد في عنا مجموعة من المبادرات صارت بالقطة البية واحدة منهم ابريوخيط ابريوخيط كان هدف المجتمع بلشت المدرسة ونحنا كيف ممكن تساعدونا للأسر اللي هي بحاجة انه نقدر نلبس الأطفال فيها لباس المدرسي بشكل مجاني فعلا المجتمع بالاضافة لشباب الدعم المجتمعي بالاضافة للمهني كان هو تكاتف من قبل مجموعة من الأطراف فصلوا 200 لباس مدرسي وقدموها للأهالي الأكثر احتياجا بالمنطقة منارة الشيخ ظاهر اللي هلا حاليا عم تشتغل على مبادرة العلاقة بسيد السمك طالما نحنا بيئة بحرية وهي سيد السمك هو من أهم العادات والتقاليد وحفاظ على التراث اللي موجود عنا حبينا ندمج أطفال الاحتياجات الخاصة مع الأطفال الطبيعيين لنفرجيهم انه شو الفائدة اللي نحنا عم نكتسبة من خلال نعلم طفل كيف يصيد سمكي كيف نتعلم الصبر كيف أنا بنتظر كيف بحافظ فعلا على هيد المهنة مجموعة أهداف طبعا من خلال هيد المبادرة مبادرة بالفاخورة طالما ذكرنا المنارات كاملة هي الفاخورة منارة كمان شوفوا احتياج بأماكن معينة انه هي هيد المنطقة الإضاءة فيها هي ما عم تكفي بالتعاون مع طبعا البلدية الموجودة والمجتمع المحلي وشباب الدعم المجتمعي قدروا انه هن يصلحوا الإنارة الموجودة لحتى تكون فعلا المنطقة مخدمة بالشكل المناسب هيد اهم المبادرات اللي صارت بالمنارات كلها أكيد مبادرات عديدة ومثل نوعا والأمانة السورية هي لتنمية القدرات البشرية لبناء مجتمع أفضل خلينا نقول خلينا نحكي شو المشاريع القادمة أو الخطط القادمة أو حابة تتوجه بكلمة للكادر الموجود معكم بمحافظة العديقية خططنا القادمة ممكن نكون أنا سهيت عن أهم مبادرة هلا حاليا عم تمشي صار في إلصاد كبير إلى علاقة بكأس العالم نحنا عم نواكب الشغلات اللي عم بتصير والجديدة فمبادرة كأس العالم هي كانت بهدف أنه نحنا نطلق شاشات موجودة ضمن مناراتنا أو بمحيط مناراتنا ليتسنى لكامل أفراد المجتمع يلي هنن ما فيهم ممكن يروحوا على القهاوي أو هنن ما عم يتسنى لهم إن كانوا كأطفال كتير صغار بيحبوا المبارات يشوفوها أو أشخاص كبار بالعمر نحنا عم نجمع كامل فئات المجتمع بشكل مجاني ضمن هك فعاليات تركيهية وأنشطة ضمن مناراتنا اللي يشوفو كأس العالم بشكل جماعي موجود بكل المنارات المجتمعية هيدا المبادرة خططنا المستقبلية هي متل ما انتفايين بكامل أنشطتنا بكامل برامجنا مبادرة اللي بتلبي الاحتياجات أنشطتنا اللي فيها دعم لمهارات الحياة لنقوي بشخصية هدون الأطفال أو اليافعين ليكونوا فعلا قادة بالمستقبل نعم يعني مثل ما قلت نحنا حاولنا اليوم نرصد من خلالك أهم العمل للمجتمعي للأمانة السورية للتنمية بنا نشكر وجودك معنا شكرا كتير شكرا على الاستضافة الصباحية وشكرا لأستقبالك واللطيف شكرا لك يا كينانا وإن شاء الله الأمانة بتضل أمانة لكل الشباب ولكل حدا يمكن عندك عن مشكلة وانحلته وكان بالإرادة يقدر يستمر بالحياة شكرا لكل المعلومات والأنشطة اللي أطلعتين عليها شكرا للك شكرا لك شكرا لكم يعني زينب كمان لحنروح بمحطتنا التالية لنتعرف على مكان من اللاذقية ونهر الكبير الشمالي وتفاصيل بالتقرير التالي شكرا لكم